حضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المخاطر الجسيمة المترتبة علشان جيش الاحتلال هجوما على مدينة رفح جنوب قطاع غزة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة مع أمير دولة قطر تميم بن حمد الثان حيث تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني